بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بك في فيديو جديد اه النهاردة هنتكلم مع بعض في موضوع غريب انا محدش عارف لحد دلوقتي هي المشكلة فين اه شاب في جامعة المنصورة اه قتل زميلته اسمها نيرا اشرف وهو اسمه محمد اللي اتنين من المحلة وجايين جامعة المنصورة بيدرسوا في جامعة المنصورة وكان عندهم امتحانات اللي اتنين اه هو نزل وراها من عنده كبري الجامعة وفضل ماشي وراها لحد اه لحد بوابة تشكة وبعد كده اتكلم معها كلمتين اه بعد كده تقريبا ان هي محدش عارف قالت له ايه بعدها بشوية ده اللي جاي بها كاميرات المرابعة بتاعت بوابة الجامعة المهم البي رح مطلع سكينة خبطها خبطتين اه في بطنها وبعد كده ما استكفاش وقعت على الارض البشرة رح جايه بالسكينة ودبحها من رقبت كل المشكلة كلها دلوقتي بالنسبة لنا بصراحة يعني شايفها المصيبة كلها بتوقفها بتوقفها عندي فين عند الناس اللي كانت ماشية في الشارع الفيديو موجود على اليوتيوب شوفوه اه البنت كانت واقفة في الشارع والناس كلها شايفينه وفيه كارثة اكبر كمان ده كان فيه واحدة حد بيصور بقوله واحدة ستة وراجل بيتكلمهم ببعد تقريبا من البالكونة مثلا ولا حاجة وبتقوله ايه الحق ده ده بحها ايه الحق ده خبطها ايه الحق ده هيدربها ايه الحق ده هيموتها طب ما تقيا طب ايه طب انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه طيب بلاش انتوا قد انتوا واقفين في البالكونة شوية وعدين تسلوا ماشي بارواح الناس ماشي تمام طيب امن الجامعة فيه ناس بيقولوا اصلا امن الجامعة ماشي من حق انه يتدخل لان ده حصل برا صور الجامعة وبرا البوابة هو فعلا كان قدام البوابة برا على الصور بتاع الجامعة طيب انت كبني ادم انت كبني ادم شفتها وشفتو خبطها اول خبطة وسبتو ورجع خبطها لخبطة تانية وسبتو وسبتو استنيت لحد ما ده بحها وبعد كده بدأت تتحرك هما امن الجامعة ما تحركوش خالص اصلا ملومش ايه لقب الموضوع خالص قاعدوا يتفرجوا زي اي حد بالرغم ان انت حتى يعني كان ممكن يعني تخبطوا خطة على دماغ وتخورفه وتبعدوا عنها اي حاجة جم بعد كده الناس فضلوا يضربوا فيه لحد ما كان بيموت هو كمان وبعد كده دخلوا جوا الجامعة حد ما البوليس جي خده ومشي وهو في حالة اعياء تام طيب احنا استفدنا ايه لما انتوا جيتوا ضربتوا بعد ما هي البنت ماتت خلاص وهي يوقع على الارض خلاص مجبوحة وبعد الكلام ده كله في الاول هو ده اللي كنت بقوله لكل مرة اللي فاتت في الفيديو اللي احنا عملنا فيه البخاخة اللي هي بتاعة الخط في البنات او ان حد يعتاد عليك او الكلام ده كله قلتلك اعملي البخاخة علشان خاطر في موقف زي ده وتاني يوم بعد الفيديو جريمة زي دي ممكن لو كانت حاجة زي كده معاها او اي حاجة تدفع عن نفسها وعلى فكرة بختين اتنين في وشه كان هو الله يوقع في الارض وما كانش هيقدر يعمل فيها كده انا قلتلك كده عملي ده قال ليه لان انا عارفها ان معادش حد بيدخل لحده وقلتلكم بارح معادش حد بيدخل لحده معادش حد بينجد حده معادش الناس عندها شهامة والنخوة والكلام ده كله بعد ما هو خلص عليها راحين يضربوه طب انتو بتضربوه احنا استفدنا ايه دلوقتي طيب تاني حاجة الكارسة بقى الست المحترمة امه بتقولك ده محمد انت وايه محمد مؤدب ده محمد مؤدب وما بيشربش زجارة طب محمد ما بيشربش زجارة وانطوائي وما بيعملش حاجة وحشة في حد وحزينة عليه انت اللي حزينة عليه احزاني على البنت اللي امها راح اتدفانتها النهاردة ما تحزانيش عليه انت هتحزاني عليه ان شاء الله باذن الله لما هيتشنق لانه هو قتالها بسبق اسرار وترصد شاب رايح الجامع عشرين سنة شايل سكينة في شنطته ليه ده صبق اسرار وترصد ليه شايل سكينة في جيبه الكاميرات جايبه هو ماشي وراها من عند كبر الجامعة لحد جوه وهو اللي حاول يعتاد عليها هو اللي كلمها يا رفض التتكلم معاه خبطها الخبطتين الاولانيين وبعد كده قتالها هو ده اللي تحزاني عليه احزاني على تربيتك لابنك احزاني على تربيتك لابنك احزاني على ان انت ربتي كلبي زي ده انت مسيبة على بنات الناس في الشارع بحجة انه ولد ويعمل اللي هو عاوزه هي ده المصيبة السودة ممكن نربي بنته لما نيجي عند الولد الولد يعمل اللي هو عاوزه عشان راجل يرجع متأخر اخر الليل عشان راجل يشرب اي حاجة براحته عشان هو راجل ياخد سكينة في هدومه ومخبي سكينة عشان يروح يقتل بنت زملته وهو في الجامعة الجامعية يعني المفروض انسان محترم ومهزب وبعد كده تيجي تقولي لي ده ابني متربي ومؤدب وما بشربش الزجارة ياريته كان بشرب حاجة بس ما كانش قتل وطبعا كالعادة هو شوية وهنا اعرف ان هو كان شارب وكان مجنون وكان اهبل زي اللي قتل قبل كده في اسماعيلية برضو الراجل وكان قدام الناس والدبح قدام الناس والناس وقفة تتفرج عليه وبعد كده بتطلعوها اهبل ومجنون ومتخلف وكل حاجة خليتوا الناس خايفيني على التعلم عيالها وخليتوا الناس خايفيني ودوا ولادهم البنات الدروس وخايفيني ودوا بناتهم الجامعة انا اقسم بالله انا عن نفسي خايفة ود بنتي الجامعة انتو انا فانتو بتعملو في الناس كده ليه انت مربتي كلب زي ده وسيبا على بنات الناس وعلى فكر قبل كده الناس كلها قالت انه تعملو الف محضر قبل كده كزا محضر قبل كده لانه قبل مرة كم مرة كان بيحاول انه يعتدي عليها وفي الشارع وقدام الناس وتعملو محضر واثنين وتلاتة هو بيحبه هي مش بتحبك يا اخي خلي عندك كرامة وخلي عندك دم مش بتحبك ومش عايزة تتجوزك ويف يتكلم معها كل ما يسمع انها كلمت حد يروح يعمل معها مشكلة يعرف انها سفرت في مكان مع اخوتها ولا مع صحابها يا روح يعمل لها مشكلة خلي عندك دم وخلي عندك كرامة لو هي مش بتحبك او مش عايزة تتجوزك ابعد عنها ابعد عنها وانت ازاي ام انت حازين على ابنك ازاي انت هتحزان عليه لسه زي ما قلتلك لما يتعدم لان ده سابق اصر وطرصد حسدي على الام اللي النهاردة دفنت بنتها ام نيرها اللي النهاردة دفنت بنتها او لسه ما ده فانتهاش كمان لحد دلوقتي وبنتها مرمية في المستشفى وبنتها الدبحة قدام الناس ومصر كلها تفرجت على بنتها هي بتتدبح بالشكل ده وانت مسيبة كلبة عليها يتبح زي ما تكون فرخة يا ممكن لو كانت فرخة قد صعبت عليه انت ربطيه على ايه ربطيه على الاسوأ وربطيه على قلة الادب وقلة التربية ربطيه على كل حاجة وحشة استحالة تكون ربطيه على انه يعرف دينه واسلامه ويعرف ان ربنا شايفه وكنت سبيل كده ازاي انت ازاي سيبتيه اصلا انت ازاي سيبتيه ماشي ما بين الناس وهو ما ترباش بالشكل ده كده انا كمان بالهم على الاهل البنت بصراحة انتو لما كنتوا عارفين ان في ولد بيتعرض لها بالشكل ده كده بيحبها او ايا كان عايزة تجوزها انتو مش موافقين ليه ما ما حاولتوش تمنعوه عنها ليه سيبتوها هي اللي تواجهوا الوحيدها هتقولي ليه محضر ومش محضر طب لو المحضر ما جابش نتيجة اتصرفه انتو معاها بقى ما تخلوش بنتكو هي اللي تتعرض له وهي اللي تتصرف معاة وتيبقى ماشي هيقابلها بالشكل ده ويحاول يعترض طريقها بالشكل ده كده انتو بتقوله انتو عملتوه اكتر من محضر خلاص اتصرفه يتخد عليه تعهد اي حاجة بس البنت متبقاش مش هي حتى خايفة منه بالشكل ده كده البنت حتى في كاميرات مرأبة بيقول لون الكاميرات مرأبة جايباها وهي بتتلفت وراها ماشية بتتلفت وراها من ليه مين اللي يقدر يخوف بنتي بالشكل ده ومين اللي يقدر بنتي تبقى خايفة منه بالشكل ده وانا موجود في الدنيا ليه انت ام وامها وابوها فين اما بالنسبة للامن بتاع الجامعة انت مسؤول عن روح ازهقت قدامك وانت كنت واقف وبتتفرج انت عارف نفسك انت كنت مين اللي كان واقف كويس او سوارهم موجودة في الفيديو انت عارف انت كنت من كان في لحظة واحدة ممكن تمنع ان البنت تموت اخبطوا خبطتين خوفها عنه مش بصفتك كامن الجامعة لا بصفتك كبن ادم بتدفع عن بنت اعتبرها بنتك اعتبرها اختك اي حاجة ايه الناس وصلت للدرجة دي ازاي وبقوا بالشكل ده كده ازاي مش وقفت تتفرج جالك قلب توقفت تتفرج عليه حد ما يخبطها خبطتين وبعد كده توقع على الارض لسه فيها نفس ويروح يكمل عليها ويتبحها وانت واقف ايه ايه ده ايه الجبروت اللي بقى عند الناس دي كلها ربنا يصبر قلبه امها يا رب ويرحمها البنت عشرين سنة وهو عشرين سنة دول اصلا لسه اطفال لسه اطفال بس الولد ما ترباش الولد ما ترباش والام يا ريت يا ريت يعني ايه يعني ارحمينا ما تطلعش تقولي اي حاجة خلص في الاعلام وما تطلعش تقولي ابني مقدب وبني متربي وبني انطوائي وبني ما مشربش سجاير ابنك قاتل ابنك ما مشربش سجاير ايه ابنك ما مشربش سجاير ده ابنك لو بيشم بودرة ما كانش يعمل كده. وبني ما مشربش سجير وبني معدب وبني محترم والنبي ارحمينا ومعطيش تطلعي خالص تتكلمي ولا تقولي الكلام ده كله ويا ريت ما نشوفش وشك خالص خالص نهائي وكده كده هو ان شاء الله يعني اه يعني حقها هيجي لها من عند ربنا وربنا يرحمها ويصبر قلب امها يا رب. وربنا يرحمنا من البلوي السوداء اللي مرميها في الشارع دي. خلي بالكم من بناتكم يا جماعة عربوا من بناتكم خليها تحكي لك على كل حاجة. خليها تقول لك على كل اللي في حياتها. خليها تقول لك عن اي حد بيتعرض لها. وتاني. خلي البخاء خلينا ولتلك عليها مبارك دي في شمطتها دايما اي حد يدايق هتبخ في وش عينه في عينه وفوش امه كمان علشان نرتاح منه وعلشان يعني ما حدش يقدر يقرب لها خالص فاعتها هيتعمي يقع في الارض يتخيفي في دهية. نرتاح منه ان شاء الله. هشوفكم في فيديو جديد. فأمان الله.